موسيقى مجزو الثارثة من قناة المرابطون أهلا بكم يواصل الرئيس الموريتاني محمد ولعبد العزيز زيارته لولاية العصابة حيث وصل صباح اليوم مدينة قرو ذان محطات زيارته للولاية وقد زار الرئيس بعيد وصوله المركز الصحي بالمدينة كما زار المدرسة رقم واحد وبعض المباني الإدارية الجديدة زار وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولهل داود بعض المراكز التي يتم فيها تسجيل الحجاج على مستوى العاصمة واكشوت وتأتي هذه الزيارة أياما بعد إعلان الوزارة عن إجراءات جديدة على عملية الحج هذه السنة تهدف وفق الوزير إلى تسهيل الإجراءات عبر اعتماد آليات فنية وذلك بالتعاون مع الوكال الوطني للسجل السكان والوذائق المؤمنة يرتقب أن تحتضن العاصمة واكشوت في الثاني والعشرين من شهر إبريل الجاري النسخة الثالثة من مسابقة المرافعات التي تنظم بالتعاون بين المعهد الدولي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين هذا وينتظر أن تتضمن المسابقة مشاركات عربية وإفريقية وغربية من بلدان مختلفة ويتمحور موضوعها حول حقوق الإنسان قالت مصادر من داخل كتلة أحزاب المعاهدة من أجل التناوب السلمي إن الكتلة ستعقد اجتماعا يوم غد لنقاش مختلف المستجدات السياسية والاجتماعية ويرتقب بعد هذه الاجتماع أن تصدر بيانا أو تعقد الكتلة مؤتمرا صحفيا لتوضيح موقفها بشأن هذه المستجدات هذا ويأتي الاجتماع المرتقب بعد أيام من تسليم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وثقة ممهداته للأمين العام للرئاسة الموريتانية احتج عدد من الشباب حملت شهادات العاطلين عن العمل أمام الوكال الوطنية لتشغيل الشباب بن واكشوط مطالبين بتوفير فرص عمل تنهي بطالتهم المستمرة منذ السنوات وقال المحتجون إنهم سيدخلون في اعتصام مفتوح إلى أن يتم تشغيلهم مضيفين أنهم تلقوا الكثير من الوعود من طرف الجهات الرسمية لكنهم لم يحصلوا بعد على فرص عمل يمكنكم مشاهدنا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجيز ونشرات وبرامج القناة على حساب صفحتنا على الفيسبوك والظاهرة على الشاشة في الرابع موجز من المرابطون في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة